أهلا وسهلا فيكم مشاهدين ومتابعين وحياكم الله من وإنما كنتوا عم بتتابعونا عالم السلطات عالم كبير وواسع اليوم راح أحضر معكم سلطة مختلفة عن المعتاد سلطة اللحوم الباردة من نبيل بداية راح أحضر معكم الدرسنج 2 ملعقة كبيرة من الخردل أو الماسترد بالإضافة ل2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون بالإضافة لملعقة كبيرة من العسل فقط من شان عندي جانس النكات 1 ملعقة صغيرة من برش البرتقال ملعقة صغيرة من الأوريغانو نصف ملعقة صغيرة من الملح ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود بدي أخلط هالمكونات مع بعضها حتى تختلط عندي النكات وتتجانس مع بعضها البعض طبعا للناس اللي بيحبوا التوم أو النكات القوية بإمكانكم تستخدموا اليوم راح أشارككم منتج من نبيل الروستيركي شوفوا معاي ما شاء الله الحجم والكمية طبعا ومتوفر عندهم بالثلاث نكات نكة الأعشاب والهلبينو الزيتون من نبيل حستخدم المكون الأول الروستيركي من نبيل هالعبوة الاقتصادية العبوة العائلية طبعا بتوفر منها ثلاث نكات بإمكانكم تختاروا أي نكة أنتو بتفضلوها بداية خلينا نفتح معاكم الروستيركي شوفوا معي ما شاء الله قدير عندي التيركي مرتب ونضيف حتى لساندوشيزي اللي بتكم تحضروها أو أي من وصفاتكم ما في أي مشكلة لو وصفتي إلى اليوم حستخدم 200 جرام من التيركي بعد هيك بواسطة سكين حاد بدأ قطعهم بشكل سلايسز ناعم طبعا بالنسبة للتقطيع لكم حرية الاختيار كيف بتفضلوا يكون عندكم التقطيع ما في أي مشكلة ولكن شوفوا معي ما شاء الله هذا الشكل جدا لطيف بيكون حتى أثناء التقديم برضو المكون الثاني من نبيل راح أستخدم من عندهم بيكن اللحم البقري بهالشكل برضو محفوظ عندي وعبوها اقتصادية عبوها عائلية شوفوا معي ما شاء الله نظافة اللحم والجودة العالية من نبيل برضو هالمنتج هستخدمه من نبيل بعد هيك هفتح معاكم البيكن بس شوفوا معي ما شاء الله قد نظافة البيكن برضو من البيكن أنا هستخدم تقريبا 100 جرام برضو بالنسبة للتقطيع راح يكون بنفس الطريقة حاولوا قدر الإمكاني تكون عندكم التقطيع متقارب من بعض البعض للتحضير النهائي عندي كوبين من الخس العربي مفرومين بهالشكل راح أنزل فيهم بشكل كامل بالإضافة لواحد كوب من الجزر المبروش كوب من زيتون الأسود الشرحات بالإضافة لواحد كوب من الذرة التاركي بالإضافة للبيكن وطبعا شو أنتوا بتفضلوا تستخدموا بعد هيك ما فيه أي مشكلة بعد هيك راح أنزل عندي بخليط الدرسينج شوفوا قدي قوامه وهاللون يلي ولا أروع من هيك وبعد هيك بدي أعطيه لصلطة عندي تقليبة سريعة طبعا شو أنتوا بتفضلوا بهالمرحلة تضيفوا خضرة أو تستغنوا عن أي شي أنا ضفته ما فيه أي مشكلة طبعا خيارات متعددة عندكم فاصول الحمرة حتى بإمكانكم تستخدموا الكرامبري مرضو للناس يلي بدهم يرفعوا القيمة الغذائية بإمكانكم تستخدموا الكينوة لو بتحبه أكيد جميعا خيارات ولكن شوفوا معي ما شاء الله هالألوان يلي غير شكل ويلي بتفتح النفس سكبت السلطة في طبق التقديم شوفوا معي هالألوان يلي غير شكل وصلنا لأهم مرحلة بالنسبة لي هي أكيد اختيارية بإمكانكم تستغنوا عنها ولكن أنا بحب إضافتها بحب إضافة الفواكه في عندي مقدار ربع كوب من البلوبري رح أضيفهم بشكل عشوائي على سلطي بهالشكل مشان برضو أضيف لمسمة بين الحموضة والحلة برضو عندي مقدار ربع كوب من الموتزاريلا بهالشكل طبعا شو متوفر عندكم ما في مشكلة بإمكانكم تستبدلوها بالحلومي لو بتحبه أخيرا وليس آخرا مقدار ربع كوب من اللوز الني برضو مفروم بشكل خشن نسمي بسم الله ونجرب طبقنا مع بعضنا ناخد عنا جزء من هالسلطة بهالشكل خبروني بالطريقات من وين عم بتتابعونا وإن شاء الله هالوصفة إنها تعجبكم وبألف عافية عليكم